ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس واستترقب فلسطيني ودولي للتوصل إلى اتفاق جديد يفضي إلى تمديد الهدنة لبضعة أيام أخر تخفف من وطأة الحرب على سكان قطاع غزة لكن على ما يبدو أن شروط الهدنة المقبلة ستختلف عن سابقاتها فالثمن قد يكون وقف الحرب نفسها تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية استعرض المحادثات التي أجريت في قطر على مدار الساعات الماضية بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز بشأن تمديد الهدنة لفترة أطول في غزة مع إمكانية إجراء صفقات جديدة للتبادل المحادثات بين رجال المخابرات شهدت الاتفاق على خمس فئات من المحتجزين سيتم إطلاق سراحهم في صفقات مستقبلية دون أن تشير التقارير إلى اتفاق جميع الأطراف بعد على مثل هذه الصفقات الصحيفة الأمريكية حدرت الفئات الخمس وهم الرجال الذين تجاوزوا سن الخدمة في الجيش والمجندات ورجال الاحتياط والرجال في الخدمة العادية يقدر عددهم بأكثر من مائة شخص لكن المصدر الذي تحدث إلى الصحيفة رفض الإفساح عن راقم محدد الاختلاف في هذه الصفقة ليس فقط في إطلاق سراح المجندين بعد أن بدأت حماس أولا بالإفراج عن المدنيين اتضمن بحسب واشنطن بوست تسليم حماس جثثا لمجندين إسرائيليين سقطوا في البعارك في غزة ورفضت الحركة تسليمهم في وقت سابق على الجانب الآخر وضعت الحركة شروطا بإطلاق سراح قيادات فلسطينية من السجون الإسرائيلية أمثال مروان البرغوثي وأحمد سعدات مقابل أحد جنرالات الاحتلال المحتجزين في غزة ترجمة نانسي قنقر